بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما جبنا الرياكشنات من على نتيجة احمال الرياح نبدأ بقى نشوف الاحمال دي هنتعمل معاها ازاي ده عندنا الاف تلاتة والرياكشن في اتجاه زد وده ام واحد والموم التحولين لديكس اكسا طبعا اف اتنين واف تلاتة دي هتعمل لنا شير هنهيميني اف تلاتة اللي هتعمل نورمال فورس اف اتنين واف واحد دول هعملولي شير المفروض برضو هعمل تشيك عليهم طيب نبدأ بقى نتعمل معدول ازاي هروح شليدين دول كده واعمل هنا insert insert واروح كاتب على اتنين دول كده هاشل اللون الي عليهم الاول ماشي وعلم عن اثنين دول كده وعمل click يمين format cell اقول له alignment merge والكتاب بتاعته يكون في center center والفونت بتاعي يكون bold واكتب هنا wind wind forces سوى كان F3 الى هو reaction او سوى كان M1 هنا بقى هكتب dead load زائد knife load اجيبهم منين اروح راجع تاني اها هروح جايب من هنا الايه الارت وتلا انا كنت صممت علي click key mean كده copy وارروح راجع تاني الwind forces وعمل هنا click key mean بسط طبعا ما جاتش ليه لان المفروض ان انا اعمل click key mean اروح راجع تاني اعمل هنا click key mean copy وارروح راجع تاني اعمل click key mean هنا كده special بسطة ماشي واقول له values يروح جايلي الاحمال ليه هو اجلي سفر في الاول لانه باش مونسين ونرجعنا تاني ان العمود دوت هو مشكلة ما كده مستقلة ده هو يعتمد على الخلية دي يعني الاربعة واربعين واخنه تمانمية جات من ايه جات من العمل ايه من الخلية دي فانا انا قلت الخلية دي بس وانا قلتش معاها دي فعشان كده اوداني هناك ايه سفر طيب انا اجيب تحوات ايه ديد لود واللايف لود عبارة عن ايه عبارة عن ار توتل بالايه وحداتها هي الطن تمام كده ماشي نفتح الكود بتاعنا اللي هو الكود النزرع دوت بتاع الخرصانة المسلحة الباب التالت الباب التالت صفحة اربعة تلاتة البند اللي هو رقم اربعة دوت بيقول لي ايه في حالة وجود احمال ناشاء عن ضغط الرياح و احمال ناشاء عن ضغط الاس يأخذ الحمل الاقصى على الكيمة الاكبر من اي المعادلتين التالي طبعا احنا اشتغلناها على الويند لود يبقى ناخد المعادلة رقم ثلاثة اربعة اللي هي بتقول لي ايه ان اليو بتساوي بوينت تمانية في واحد واربعة من عشرة ديد زائد واحد وستة من عشرة لايف زائد واحد وستة من عشرة الويند السؤال تلوقتي الرياكشن الارتوتل ده مش انا حاسب فيه الواحد واربعة من عشرة ديد زائد واحد وستة من عشرة لايف يبقى ده خلوس كده اما الويند بقى انا حاسبه ويند بس من غير مدربه في واحد وستة من عشرة فالمعادلة بقى اللي هتطلع لي من هنا اللي هتباس ما هي ايه بقى الار ديزاين الار ديزاين اللي هنبدأ ان نصمم عليها بالايه بالطن ابرع عن ايه ما المعدلته ديت بساوي اول حاجة بوينت كثيرا في cheat اروح افتح كوز ابرع عن ايه ابقى ابرع عن 여러 توتال اللي هي الخنة اللي له نسماها 1.4 مع forces تمام تمام زيت افتح كوزتين عبارة عن ايه واحد وستة من عشرة في الويندلود فين الويندلود ادل اف تلاتة طبعا هجمه اه فورسز مع فورسز تمام ادل اف تلاتة وراح اقفل الكوز وقفله كمان مرة واروح داس اداني هنا الار ديزاين اراح اعمل دابل كليك كده على بقية الخلايا عشان والحسن حظي ان انا عندي هنا فيه اعمدة كان عليها تنشن نتيجة احمال الايه الرياح صح لها سالي بواحد وشين من كلام ده لما جمعت عليها الديدلود واللايفلود الحمد لله ان كل الاعمدة بقى عليها ايه تمام زي ما عملت هنا في اعمل في الايه في الام ديزاين ادل ام ديزاين عبارة عن ايه طن ميتر بتساوي ايه بقى دي بتساوي الام اللي طلع علي من هنا اضربه في مين في واحد وستة من عشرة في بوينت ثامن cha بوينت ثامنية ليه هو زي ما الكود قال لي بوينت ثامنية وهو زي ما الكود قال لنا ليه بوينت ثامنية لان المفروض ان احمال الرياح و احمال الزلازل عبارة عن ايه ساكنداري استرس يعني احمال سانويا فانا بزود الا 나와 بال استرس بمقدار 20% معناها ان انا لو ضربت الاحمال في بوينت ثامنية كاني زودت الا twent leisure بال استرس بمقدار 20% طيب وقلت تاني علشان الاحمال بتاعت الرياح ندخلتها زي ما طلقتني بالبرنامج المفروض علشان احولها الالتمت她كيدا علشان احولها الالتمت كنت المفروض اضربها في واحد وسته من عشر افرط نسيت فى الساب النتاج اللى تطلع اضربها في واحد وسته من عشرة واللي انا عملته هنا اعمله مع بقية الخلال تمام هروح راجع تانى البرنامج دوت اجب من هنا الاعباعات بتاعتي باش موانسين فى سؤال سكى مهمة جدا 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 updated اخد بالي منها. ايه هي? ان انا هنا الترقيم اللي هو موجود في السري مودل اللي انا جبت منه بتاع احمال الرياح هو نفس الترقيم اللي موجود هنا اللي انا صممت عليه الاعمدة. وده كله جبنين? ان انا كنت عملت في الاول زي ما اتفقنا كده ملف سيب اسمه ارجن. خدت منه عملت وخدت منه عملت وخدت منه عملت وخدت منه عملت لازم علشان اسلوب الحل اللي انا عملته ده كله لازم احافظ على تعركيم بتاع العمودة في كل المودلس اللي انا عملتها. اوكي? تمت. هروح واخد من هنا. ابعاد العمود الاولاني. كليك يمين. اروح رايح هناك. وعمل هنا كليك يمين. بست. تمام? وارح ارجع ثاني واخد ايه البعد التاني. كليك يمين. كوبي. راح رايح هناك وعمل هنا كليك يمين. بست سبيتشال. اقول له. عشان يحط له ايه? الابعاد بتاعتي. تمام ده هنا اسمها ايه اروح معنى معنى كده click mean format cell وقوله alignment merge وخلي الكتابة في center كتابة في center وال font خلي bold اوكي واقوله column dimension ماشي ده عبارة عن ال b وده عبارة عن ال t ده كده الصمتي وده كده بال a بالصمتي ماشي يبقى انا كده اه بقى عندي ايه عندي الاحمال بتاعة ال r design اللي هو normal force وعندي ال m design وعندي قطاع موجود بالفعل عندي قطاع موجود بالفعل ليه لان انا سممته كتصميم مبدأي نتيجة احمال ال a dead load يبقى المفروض ان انا تلوقتي استحلى بالانتراكشن ده يا جرام ازاي عندي n و m وعندي قطاع موجود ابدأ ادخل بالانتراكشن دايجرام علشان اطلع حديد التسليح اللي هو عايزه اشوف حديد التسليح ده اكبر ولا اصغر من الحديد اللي انا كنت جايبه هين والله لو طلع اكبر يبقى استخدم الحديد الجديد اللي انا امطلعهم الانتراكشن دايجرام ولو طلع اصغر يبقى استخدم الحديد اللي انا كنت مطلعهم ايه من ال dead load ال live load وبكده اكون انا خلصت تصميم النهائي للاعمدة بتاعي ابدأ بقى ايه اه ازبط الجدول بتاعي دوت اصغر هنا زيجرام واذبط هل انا اصغرها 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 واللين اصغرها 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 يبقى أنا كده خلصت الجدول بتاعي اللي أنا هتطلع منه بقى الديزاين النهائي بتاع الاعمدة التاني عندي R ديزاين عبارة عن إيه? بوينت تمانية مضروبة في الـ R total بتاعة الـ Dead LUD والـ Live LUD اللي كانت جاي من الألتمت مجموعة عليها 1.6 من 10 في R اللي جاي من الـ Wind LUD طربت لي 1.6 من 10 في الـ Wind LUD عشان أحاولها لألتمت ضربت لي فبوينت تمانية في بره كله علشان أن احمال الرياح دي احمال سانوية بتزود فيها العلاو بالاسترس بمقدار 20% او بمعنى اخر اضرب الاحمال في point 8 واستحدم العلاو بالاسترس العادية خالص. بعد ما طلعت ال R design والM design عندي قطاع عمود موجود كنت مصمم قبل كده وهنا ديك تديد لود واللايف لود كتصميم مبدئي. عندي قطاع وعندي M و N ابدأ استحدم الانتراكشن دياجرام علشان اشوف ال design. وتاني بطلع من الانتراكشن دياجرام تسليح اللي عمودة اللي له strategy. معهم ضع بصدفة سوUC في brusher اي ميرة جدا وبعد ما طلع الانتراكشن دياجرام وسطع بصدفة الانتراكشن دياجرام وبعد ما طلع منها الانتراكشن دياجرام لان كنت متلحرك علي كده نتيجة ن VIP قطاع وباستحدي لفرق هذه هي مادقة جميع المرة مرافية. عمددية نتم منس موضوع نتسبةً و لاي اخر من التكاريين او احمل المفروض اعمل عليها تشيك لما الزلازل تيجي او لما الرياح تيجي ايه اللي عيحصل للرفض هل هدنها سيف ولا مش سيف هل هدنها سيف نتيجة الحديد اللي انا حطه ولا عن سيف فلازم اعمل تشيك عليه يبقى ايه اللي انا هدخله بقى على الرفض تلوقتي هدخل عليها ايه هدخل عليها احمال الرياح والزلازل او احمال الرياح بس تمام كده هو ده اللي تشيك اللي انا هعمله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته